أشاد المجلس العالمي للتسامح والسلام بتوقيع معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل من جهة واتفاقية إعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل من جهة أخرى التي جرت مرسمهما في البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية أمس الثلاثة وأكد أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام في بيان له بهذا الشأن أن هذه المعاهدات ستعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم كله كما أنها سوف تفتح أفاقا جديدة لشرق أوسط أكثر أمنا واستقرارا وبما يحقق لشعوب المنطقة التقدم والرخاء ويحقق المصالح المشتركة ومواجهة الأخطار والأطماع الخارجية